إلى حالي طيب دورك أنت بقى قلنا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا قلنا نعمل نوع من أنواع الودائع عند ربنا البنكة حيدين كام حيدين كذا طيب احنا بقى عند ربنا حيديني أكتر بكتير وما تقلقش عند ربنا عطاء ربنا إذا أعطى والله العظيم ربنا إذا أعطى أدهش والله العظيم تعالوا نشوف آية أنا حبيت يكون ده موضوع حلقتنا في صورة الكهف رئيس أنبياء بني إسرائيل عليها الصلاة والسلام والعبد الصالح حتى إذا أتى يا أهل قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقضى فأقام العبد الصالح يشتغل بنى ورئيس أنبياء بني إسرائيل يشتغل مساعد لهذا البنى بناء ليه بيعمل إيه ده أبي بنصور ليه بتاع اثنين يتامة مؤهلتهم إيه وكان أبوهما صالحة رجل استثمر كان رجل صالح بيساعد الناس وبيعطي وبيتق الله ازرع جميلا ولو في غير موضعه فلن يضيع جميل حيثما زرع إن الجميل وإن طال الزمان به فليس يحصده إلا الذي زرع إنت اللي هتحصد هتراعي الناس دلوقتي ولدك في رعاية ربنا هتاخد بلدك من الناس وإلادك في حفظ الله هتتقى اللف اللي حواليك ربنا يحفظ لك ولادك وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية انضعافا خافوا عليهم اعملوا وثيق التأمين عند ربك اتقى ربنا اتقى ربنا وما تغليش على الناس اتقى ربنا وخفض للناس رسالة لكل المهن أيها الطبيب المحترم الجميل ربنا يجبر خطرك اللي جاي يكشف عندك ومعهوش تمن الفيزيتا تصدق حتى الحرفي رايح تعمل مصلحة الواحد وحاسيت ان على قد حاله يصر عشان ربنا يصر عليك ارحم عشان ربنا يرحمك خفف على الناس اكرم الناس الجزاء من جنس العمل تكرم الناس ربنا حيكرمك تاخد بلك من الناس ربنا حيتولاك برحمته وعنايته وفضله وكرمه سبحانه وتعالى خلونا نستسمع حضراتك وحنعمل بقى الوداع دي اعمل خير اقول لك اعمل خير ونرمي البحر بحر مين يا جدا عندك احنا نعمل خير بنحوش لولدنا عند ربنا ما عندكم ينفدوا وما عند الله باق احنا بنحوش عند ربنا عشان خطر الاجيال القادمة اشتركوا في القناة